ترجمة نانسي قنقر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تعتمد على الابتزاز والنصب والاحتيال من خلال طلب مبالغ مالية تقدر بـ 40 مليون سنتيم لاشتراك وإيهام ضحاياها بأنهم سوف يستفيدون من مداخل أرباح وسفريات نحو 190 دولة شريطة إشراك منخريطين آخرين وذلك وفق نظام هارمي تنسج خيوطه على مستوى دولة أجنابية بقارة آسيا التحقيق أسفر عن توقيف شخصين تتروح أعمارهم ما بين 32 و40 سنة حجز معدات ووثائق تستعمل في عملية النصب والاحتيال